اهلا بكم هذه الليلة لها عنوان واحد ووحيد مصر تحارب وجنودها يثأرون لدماء أبنائها وفي هذه المعركة كلنا جنود ان مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلى هي الحرب اذن لم نسعى اليها ولم نطلبها لكنها جاءت الينا فنقابلها كالرجال لن ينهزم بإذن الله جيش قوام 90 مليون مواطن مكون من رجال ونساء وحتى أطفال ردا على القهر الذي بيتنا جميعا عليه ليلة أمس بعد بث اللقطات الأولى لفيديو الشنيع لمقتل المصريين في ليبيا بهذه الطريقة البشعة فأول ما استيقظنا على أمداء الثقر لهم ربما كانت هذه تربيتة تربيتة على قلوب المصريين بعد وعد بالثقر ليلة أمس لحظة فاصلة يتبدى فيها كل أمر ويتبدى فيها أو يبدو فيها كل من بكى من من تباكى على رأي المتنبيه يتبدى فيها من يقف في صف الوطن ويتناسى أي خلاف ويتبدى فيها أيضا من يدير ظهر لهذا الوطن حتى كاشفة ذكرنا بها زميلنا الصحفي الأستاذ محمود التميمي مذكورة في أكثر من مرجع من كتابات ويوميات مصريين شيوعيين اعتقلوا في 54 أيام أزعيم الراحل جمال عبد الناصر في عام 56 عندما جاء العدوان الثلاثي إلى مصر معظمهم كتب جوابات إلى القيادة يطلب منها أن يفرج عنه ليحارب العدو ثم يعود بعدها إلى السجن لحظة كاشفة لحظة عليك أن تختار فيها بين وطنك وبين أي شيء آخر فهل هناك أي اختيار هذه الضربة التي جاءت فجر اليوم مصحوبة بهذا البيان الذي كان وقعه على الجميع كما سترون دعونا مشاهد بسم الله الرحمن الرحيم بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة شعب مصر الأبي تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها العظيم والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد قامت قواتكم المسلحة فجر اليوم الاثنين الموافق السادس عشر من فبراير الفين وخمسة عشر بتوجيه ضربة جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية ترجمة نانسي قنقر وقد حققت الضربة أهدافها بدقة وعادت نصور قواتنا الجوية إلى قواعدها سالمة بحمد الله وإذ نؤكد على أن الثأر للدماء المصرية والقصاص من القتلة والمجرمين حق علينا واجب النفاذ وليعلم القاصي والداني أن للمصريين درعا يحمي ويصون أمن البلاد وسيفا يبتر الإرهاب والتطرف عاشت مصر وحمى الله شعبها العظيم وألهم أهالي شهدائنا الصبر والسلوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مصر تحتفظ نفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة تمن غارات جوية متتالية صباح اليوم قبل الفجر وغارات أخرى بدأت تنفيذها في الساعة الرابعة وربما تكون لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة لم يصدر بيان بشأنها موسيقى